محافظ صلاح الدين يعلن نهاية ونجاح موسم حصاد الحنطة وتربع المحافظة على العرش الثاني في سلة العراق الغذائية استعدادات في صلاح الدين لإحياء شعائر محرم أسعار الأمبيرات الأهلية تتجاوز العشرين ألف دينار وتزيد لهيبة موز العراقيون يرفضون استغلال المحطات التاريخية للتغطية على فشل الأداء السياسي ومجالس المحافظات في مرمى النيران الصديقة ضغوط التنسيقي الشعي تحرج البرلمان بشرعية المناصب الإدارية في نينوى وكاركوك وديالة وتفكيك شبكة للإتجار بالبشر في النجافة من عنوين نشر إلى التفاصيل والبداية من انتهاء حملة حصاد محصول الحنطة أهلا بكم حيث أعلن محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل عن نجاح الموسم التسويقي في المحافظة مؤكدا أن الكمية المستلمة خلال هذا الموسم بلغت 888 ألف طن متجاوزة التقديرات المسبقة وقال إن المحافظة سجلت المركز الثاني على مستوى العراق بعد نينوى هذا الموسم والتي فاقت توقعات العام الماضي بعد أن خصصت الحكومة المركزية أكثر من 614 مليار دينار لدعم الموسمة وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للشركة العامة لتجارة الحبوب فرع صلاح الدين ودائرة الرقابة التجارية ومديرية الزراعة ومديرية الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بالمحافظة على الدعم والإسناد الذي قدموه لإنجاح الموسم التسويقي وفي ملف آخر وجه النائب الفني لمحافظ صلاح الدين المهندس مفيد البلداوي لسرعة إنجاز شوارع المواكب الحسينية في قضاء بلد من أجل تهيئتها قبيل بدء شهر محرم وفي الجولة التي أجراها ورفقه فيها مدير بلدية بلد حسين علي تم تأكيده على ضرورة إنجاز المشاريع جميعها وفقا للمواصفات المطلوبة ويذكر أن الشوارع ستدخل الخدمة قريبا جدا مع اقتراب الملكات العاملة من إنهاء أعمال تهيئتها لاستقبال الزخم البشري وتعدد الفعاليات التي ستجري عليها في أيام شهر محرم وتجري في قضاء بلد استعدادات حكومية وأهلية لضبط الطرق وعمل المواكب الحسينية لاستقبال شهر محرم عبدالجبار مهدي والتفاصيل استعدادات كاملة لأصحاب المواكب الحسينية ونشر الشعارات الدينية والبوسترات التي ترحب بشهر الحزن محرم الحرام واستخدمات كبيرة قدمت من حكومة المحافظة للشوارع وإنارة الطرق وصبو الأرصفاء وتحضيرات للزائرين المعزين لليالي العشر الأولى لمحرم تبعا سنويا كل محبية للبيت الأسيمة مدينة بادة المقدسة التي تقدست بمجلس محمد عليه السلام تسعى هذه الجهود الحثيثة المباركة القوية لخدمة الحسين سلام الله عليه وهذه طبعا هي تطوعية حقيقة الشباب الشياب لا حتى الأطفال نلقوهم تطوع ذاتي ليلا ونهار ونحن صالنا أكثر من 15 يوم صراحة نحاول أنه نقدم شيء الأجمل شيء الأفضل للحزن للخدمات التي نقدمها للناس هي أنه تدري أنت كما تعلم ضيوف يجون من شتى المحافظة فنسأل الله سبحانه وتعالى اهتاد موكبنا موكب أنصار المرجعية في كل عام وفي مثل هذه الأيام الاستعدادات للعشر الأولى من محرم الحرام محرم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ومثل ما تشوف الاستعدادات مستمرة على مدار هذه الأيام إلى أن ندخل باليوم الأول من محرم الحرام إن شاء الله القائمين على الهيئات الدينية الحسينية تسعى لبذل كافة الجهود طوعيا شيبيا وشبابا ونساء خدمة لأبي عبد الله الحسين وتقديم ما يمكن تقديمه للوافدين القاصدين زيارة العتبات الدينية لصلاح الدين بالنسبة لهيئات ومواكب قضاء بلد متهيئين ومستعدين شباب وشياب وصغار وكبار ومستعدين لخدمة الحسين عليه السلام ونسأل الله أن يتقبل ويهديها لأي الشباب ولكن نسأل من الله أنه أصحاب المواكب والهيئات والمعزين وأصحاب الزناجين من نفس الوقت للأذان يذهبون إلى الصلاة الصلاة بوقاته الحسين عليه السلام يقتل من أجل الصلاة ونسأل الله القبول مننا ومن جميع المؤمنين والمؤمنات ونراشد المحافظة ومجالس المحافظة أن يقدموننا بالدعم شوية لأصحاب المواكب والهيئات شوية أمورهم شوية ممكنة كاملة حضرنا السفن الخاصة بنام الإمام الحسين وحضرنا السواد وحضرنا النارة المطلف في الشارع والمواكب حضرنا كل شيء خاص في عشرة عشوراء في عشرة محرف وإن شاء الله مستعدين لاستقبال المناسبة عشرة عشوراء استعدادات وتحضيرات على مدار 15 يوما لضبط وهيكلة المواكب الحسينية وعمل السرادقة وتهيئة الماكل والمشرب على طول الطرق المخصصة لتقوص واحياء ليالي محرم الحزينة من قضاء بلد عبد الجبار مهدي قناة صلاح الدين الفضائية وفي الدوجيل حيث أعلنت الحكومة المحلية وأصحاب المواكب الحسينية بالقضاء استكمال الاستعدادات لتقديم الخدمات للمعزين بشهر محرم من أهالي القضاء والوافدين من خارجه المزيد مع فضل عنصاري مع قدوم شهر محرم الحرام وما ترافقه من طقوس دينية دفعت الجهات الحكومية بقضاء الدجيل باستنفار جهودها لاستقبال هذه المناسبة وإنجاح مناسكها فالاستعدادات الأمنية والخدمية والصحية باتت معالمها واضحة في المدينة التي هي الأخرى توشحت بالسواد لاستقبال شهر محرم الحرامة بالمناطق كمن منطقتها يقومون بإحياء المواكب نصب المواكب نزول المواكب الزنجيل تقديم الخدمات للمعزين اعتبار على إحياء ذكرى كمنوا منطقتها بالعشرة الأولى بالنسبة للعشرة الثانية والثالثة نقوم باستقبال الزوار الوافدين من الخارج ومن الداخل نحن بالنسبة هنا كموكب رأي الحسينية العشرة الأولى نقيمها بداخل القضاء ننصبه بداخل القضاء المواكب ونقدم الخدمات التي نقدر نقدمها من مشروبات باردة ومأكل وتعزية المعزين واستقبالهم التي يمرون من خلال الطريق المؤدي إلى ساحة فلة المواكب اليوم كأصحاب مواكب خدمية أكملنا كافة استعدادنا الخاصة بشهر محرم الحرام ونقوم بتقييم كافة الخدمات للمحزين وأصحاب المواكب الزنجيل ونحن ملتزمين بكافة التعليمات الصحية والإجراءات الأمنية التي وضحتها الحكومة المحلية بقضاء الدجيل فيما أكد مسؤول وحدة المواكب الخدمية في القضاء أنه تم وضع خطة تنظيمية محكمة لمواكب الزنجيل لتسهيل سيابيتها طيلة أيام العشر الأولى من شهر محرم الحرام فضلا عن ذلك سيتم نشر العشرات من المواكب الخدمية التي ستقدم للمعزين كل ما يحتاجونه أكملت وحدة الشعائر والمواكب الحسينية في محافظة صلاح الدين قضاء الدجيل على استعدادات بوضع خطط أمنية بتعاون مع الأخوة قادة الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية في الدجيل والدوائر الخدمية التي كلفت بمهامها بخدمة هذه الشعيرة المقدسة واليوم المواكب الحسينية في مدينة الدجيل نصبت سرادق العزالي أكثر من 150 مواكب وأيضا هناك مواكب عزاء مواكب زنجيل ستقدم العزاء ليلا خلال العشرة الأولى من محرام ونحن بدورنا كمسؤولي وحدة المواكب والشعار الحسينية في الدجيل أوصينا جميع الأخوة الأعزاء في المواكب والهيئات الحسينية الالتزام بالخطط التي وضعت من قبل الإدارة المحلية وقادة الأجهزة الأمنية وأيضا بالتفاعل مع الدوائر الخدمية بما يليق بصاحب الذكرى سيد الشهداء وأبي الأحرار عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين ونسأل الله تعالى أن تكون هذه المحافظة الكريمة بأمن وأمان واستقرار الحكومة المحلية والجهات المعنية تضع خطة تنظيمية خاصة بشهر محرم الحرام تهدف إلى نجاح مناسك هذه الشعيرة الدينية التي يحييها ملايين من المسلمين لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري قضاء الدجائل وفي ملف انذي صلة قامت الهيئة العليا للحج والعمرة مكتب صلاح الدين احتفالا بمناسبة حصول العراق وللعام الثاني على التوالي المركز الأول في جائزة لبيكم المقدمة من المملكة السعودية في التنافس على خدمة حجاج بيت الله الحرام ويذكر أن الحجاج العراقيين الأكثر انضباطا وتنظيما من بين دول العالم خلال أداء مناسك الحج وهو ما أدل به العائدون من حجاج العراق خلال العام الماضي والحال واللجانة المرافقة لهم أولا هذا يعني يعتبر إنجاز على المستوى الوطني وحقيقة يعني يعتبر مفخرة للعراقيين أنه بهذا الظرف المربية العراق اليوم يحقق ليش إنجاز من التنظيم والترتيب وهذا يؤدي ويعطي الصورة عن تنظيم الشخصية العراقية وهيئاتها الجميلة والعراقي بروتوكوليا مرتب يعني أرتب شخصية موجودة يعني بروتوكوليا ولذلك اليوم هذه تعتبر يعني النقطة مضيئة جدا في تاريخ هيئة الحج العراقي وبالتالي أيضا في تاريخ العراق أنه العراق من بين 70 دولة إسلامية اليوم يأخذ المرتبة الأولى في التنظيم والترتيب وخدمة حجاج بيت الله الحرام فضلا عن الأجر الإلهي الذي يترتب على خدمة أهن الحجاج لذلك نقول شكرا لهيئة الحج وشكرا للأخوة جميعا شكرا لكادر الهيئة في صلاح الدين وشكرا لكل الجهوة التي بذلت من أجل أن نحصل على الجائزة الأولى ونحصل على الترتيب الأول وهذا ليس كبيرا على العراقيين أدعو الأخوة في هيئة الحج المكتب صلاح الدين التواصل مع مجلس المحافظة لتلبية كل طلباتهم وكل ما يحتاجون من إعمار من مشاريع ربما تحتاج الهيئة إحنا حاضرين وباب المجلس مفتوح لهيئة الحج ولغير هيئة الحج إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نحتفي ونحتفي لهذا اليوم بالجائزة الكبيرة التي حققتها بعثة الحج العراقية في المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي والفوز بجائزة لبيتهم التي تمنحها وزارة الحج للبعثات الأكثر تنظيما وهذا هو العام الثاني الذي يحصل فيها العراق على هذه المرتبة الرفيعة وهي المرتبة الأولى وذلك لم يأتي من فراغ إنما أتى من خلال تضافر الجهود والعمل المستمر ليلة منهارا تحت إشراف ومن ضلت معالي السيد رئيس الهيئة الشيخ سام المسعودي إضافة إلى أنه لا يمكن أن ننكر الجهود الكبيرة التي بذلها الأخوة في باقي اللجان لجان السكن ولجان الإعاشة ولجان النقل وكذلك مدراء المكاتب وباقي الخدمات فنحمد الله ونشكره على هذه النعم الفضيلة ونثبت أن نبقى سائلين على هذا الطريق وأن دائما نحقق المركز الأول في خطبة حجاجنا وأهلنا وهذا شرف رفيع لمنحه لكل العراقيين ومن الله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين طبعا الحمد لله والشكر العراق للمرة الثانية نأخذ الأول على الدول الإسلامية في الحج والحج والعمرة هذه طبعا من المسبقات لنا والتحضيرات التامة التي قامت بها الهيئة العلية للحج والعمرة العام الماضي والعام الحالي إن شاء الله مستمرين على هذه الجهود إن شاء الله والعراق سيأخذ المرة الثانية والثالثة والرابعة إن شاء الله بجهود الهيئة العليا وبجهود الشيخ سام المسعودي وبجهود مدراء المكاتب وبجهود المتعهدين والمرشدين الدينيين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نجتمع اليوم في هذا الحفل المبارك بناء على الجائزة الكبرى جائزة لبيتهم في العراق قد حصل العراق على المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي وهذه الجائزة جاءت بناء على حسن الإدارة وعمل دؤوب وجهود مضنية من هيئة الحج العليا في بغداد ومكاتبها وفروعها في كافة المحافظات وعلى رأسها الشيخ سام المسعودي وباقي المكاتب في العراق مع ما أضافه المرشدون والمرشدات من مواكبة الحجاج قبل السفر وأثناء السفر وفي المناسك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يكون هذا الإنجاز دافعا نحو التقدم أكثر وأكثر وإلى فضاء الكهرباء حيث سخونة الأجواء والأسعار تحاصر جيوب الأهالي وتزيد من متاعبها فقد طالب أهل صلاح الدين الحكومة المحلية مراقبة عمل المولدات الأهلية بعد زيادة حصص الوقود وذلك مع تلميحات إلى وصول سعر الأمبير إلى 16 ألف دينار في بعض المناطق وعدم استبعاد وصولها إلى 20 ألفا في الشهرين المقبلين المطالبات الشعبية شملت أيضا الموازنة بين أسعار الخط الاعتيادي والذهبية لأن الغالبية العظمى منهم غير قادرة على دفع التكاليفة وهي بحاجة ماسة للكهرباء ما يتطلب مراهة أوضاعهم واحتياجاتهم في الشهرين المقبلين من فصل الصيف وبخلاف توجيهات مجلس المحافظة والإدارة المحلية بقضاء بيجي بتخفيض أجور المولدات الأهلية فقد تجاوز سعر الأمبير الواحد في عدد من الأحياء العشرين ألف دينار ما دفع المواطنين إلى مناشدة المحافظ والجهات المسؤولة تدخل ومراعى الظروفهم الاقتصادية بالإضافة إلى ضبط ساعات التشغيل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نصف الغليان في أغلب الأيام حقيقة موضوع المولدات في قضاء بيجي موضوع عقيم يعني حقيقة أصحاب المولدات لا يوجد التزام بالتسعير الحكومية حيث هناك مخالفات كثيرة من أصحاب المولدات فنطالب من المسؤولين على رئيس المرئيس الوحدة الإدارية بتدخل هذا الموضوع حقيقة اليوم الأمبير المواطن في قضاء بيجي لا يستطيع أن يدفع سعر الأمبير الأمبير وصل فوق العشرين ألف دينار فهل يعقل أنه سعر الأمبير يصل لهذا الحد؟ بنفس الوقت المولدات كل مولدات ليست أهلية إنما مولدات حكومية تأخذ مادة القاز من الحكومة والسعر مال ومدعوم فعليه نطالب من الحكومة في قضاء بيجي تفعيل الدور الرقابي لهذا الأمر لأن حقيقة المواطنين في قضاء بيجي بدأوا يشتكون من هذه الحالة وأغلب السكان في القرى لا تستطيع أن تدفع أسعار هذه المولدات لهذا السبب نطالب من المسؤولين على رئيس الوحدة الإدارية بالتدخل في هذا الموضوع وحل هذه المشكلة شكلتنا هي كلها موضوع على المولد المولد إحنا منطق تيان عليه والكمية ما تكفي يعني مثل مرات تيجي عليه بثنتين بالليلة مطفي والله قاز ما عندي يعني شغلة مو إيجابية هل المولدات ملتزم وتسعر جديدة؟ ما أحد ملتزم يعني إحنا هسا هذا الشهر طلع علينا 14 ألف دينار يقول لك أنا أشتغل على العداد هل الحال بي سويتم جينا نشتكينا على مدرفع المولد واستجابنا عادل أبو آية برفع المولد ملاشد أنت شوفوا لنا أحد ابن حلال يجي يقضب المولد ويشغل لنا لا يخاف الله يكون تشغيل يكون حالة حالة المناطق الباقية نطلع إحنا الصباح نشتغل بالمناطق حي العسكري حي التأميم بكل المناطق نطلع بثمانة الصباح بالسبعة الصباح مشغل إحنا التشغيل ما أننا من الساعة باليدعش إلى الساعة بالخمسة العصر ووراها يبدأ بالسبعة ونص إلى الساعة أربعة الفجر تابعنا عام المولدات قضاء بيجي بسبب الشكاوى الواردة إلينا من قبل المواطني بسبب التسعير العالية من 18 أو 16 ألف إلى 20 ألف سعر الأمبير هذه لا تعتبر حجة رسمية سنحاسب أصحاب المولدات الذين يرفعون أسعار الأمبير على المواطن علما أن هذه التسعيرة الآن مال الشهر السادس اللي يطلبون بها من 16 إلى 20 ألف دينار على الأمبير الواحد بسبب نفاذ الغاز في الشهر السادس وقلة المنتوج كانت كل كيفي 25 لتر الآن بعد توجيه دولة رئيس الوزراء ومتابعة محافظة صلاح الدين المحترم الحاج بدر الفحل الحصة الآن 40 لتر للكيفي الواحد وتم إصدار أمر من سيد محافظة صلاح الدين ومعاون محافظة شهر الطاقة بأن يكون التشغيلة 300 ساعة و40 دينار للساعة الواحدة ساعة تمت محاسوب مولدات في قضاء بيجي تم رفع مولدات في حصابة صمعية؟ طبعا أكيد أكون مولدات غير ملتزمة بالتسعيرة ولا بالتشغيل تم رفع مولد في حق الأسرة وتم يقاف أربع مولدات في المناطق متفرقة من قضاء بيجي بسبب عدم التزامهم بقرارات حكومة المحافظة والتسعير الموجهة إلينا وعدم تطبيق القانون حسب الضوار ما هو البديل إذا رفع المولد في هذه الحالة؟ البديل سيكون بعد رفع المولد ومصادرة حصة المنتوج إذا كان مستلم المنتوج سيغرم المنتوج بالسعر التجاري صاحب المولد في حالة عدم التشغيل وكذلك سيتم نصب مولد من قبل أهل المنطقة لسد حاجة الكهرباء الوطنية وخلافا للعهود التي تطلقها الإدارات المحلية سنويا حيث ارتفاع سعر الأمبير في المولدات الأهلية يكشف زيف التعهدات في حل أزمة الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز اليومية وفي خضم الصعوبات المعيشية اشتكى أهل سامراء من مفاقمة أجور الموالدات الأهلية للأوضاع الاقتصادية لدى أغلب الأسرة دعين القائم مقام والجهات المعنية إلى إعادة النظر في الأمر ووضع حلولنا تخفف من أعباء الأهالي حقيقة اليوم أصحاب المولدات وارتفاع أسعار سعر الأمبير إلى 15 ألف دينار أثر سلبا على المناطن السامراءي وخاصة أصحاب الدخل المحدود اللي هم يشتغلون عمالة يشتغل تاكسي اللي هي أرمالة فقيرة هناك أيتام هناك ناس معوزين اليوم في هذه المدينة وهو اليوم حقيقة أكثر من 15 سنة لم تحل هذه المشكلة وفي كل صيف أو شتاء تعاد نفس البرنامج ونفس السالفة فنحن اليوم حقيقة نطالب بحل هذه المشكلة حلا جذريا وأنهاء معاناة المواطنين وإدخال البهجة والسرور إلى المواطنين المولدات يعني رد منك 40 ألف وانت فاين حظك قاعد بالتجاوز آجار 100 جهالب رقبتك شغل ما كو يعني شون الحل ما أدري المصائب شنها هاي ما أدري الربع حصر علينا يعني والله ما أدري شون الحل رد منك 40 ألف 8 جبل 40 ألف وهذا شغل ما يفيد نو بتشتغل نو بقاعد نو بتشتغل نو بقاعد الأمبير بـ 15 ألف يشدعوا بـ 40 ألف والله ما يصير هو فاين حظة المواطن منعون سلفة سلفة ننشد قيم قام مدينة السامراء على أهل المولدات لأن الأمبير بهذا الشهر يعني حل عالي سعره 15 الأمبير دفعنا احنا 15 يعني جاول لنا دفعنا 15 مجبورين وننشد رئيس الوحدة الإدارية أن يتابع هذا الموضوع لأنه هو المفروض عشرة ترجمة نانسي قنقر ولأن أعباء الأهالي تنتظر معالجات لا إعادة تدوير الأزمات من خلال الاهتمام بالمناسبة التاريخية أكثر من معالجة التحديات الحالية والمستقبلية أبدأ عراقيون من مستويات مختلفة زعاجا من محاولات السياسيين استغلال المناسبات التاريخية للتغطية على عدم تطوير الأداء الرسمي بمختلف الاتجاهات والمستويات الاستطلاع أشار إلى أن أوضاع العراقيين وأولوياتهم قبل مئة عام لا علاقة لها من قريب أو بعيد بطبيعة النهج السياسي الذي أفرزته المحاصصة السياسية والطائفية موضحين أن إعادة استذكار الأحداث بمناطقية أو طائفية يقلل من بعدها الوطنية في إشارة إلى جدل احتفالية ثورة العشرين بين السماوة وخانضاري العراقيون قالوا أنهم لا يريدون تذكيرهم بما فعل الأجداد وكيف بل تحسين أوضاعهم النفسية والمعيشية بإنجازات يحققها الممسك بالمسؤولية بدلا من التغني بأمجاد لم يكن طرفا فيها بل استغلالها من أجل تسويف الحلول ويتساءل العراقيون عن دوافع تحريك الراكد من خلال التذكير بأحداث تاريخية صنعتها وحدتهم قبل مئة عام لا شتاتهم الذي فرضته توازنات السياسة الجديدة وعجزها الواضح عن تحسين ظروف العيش على مختلف المستويات والسنساخ خيبة المعالجات وأشار إلى أن الماضي مهم جدا عندما يتحول إلى محور إبداع لتطوير الحاضر لكنه يتحول إلى عبء في استغلاله للمرور خلف كواليس الحقيقة موضحين أن قادة ثورة العشرين لم يركبوا جواد الطائفية أو سلاحة مناطقية للدفاع عن حقوق ما عادت من أساسيات العمل السياسي الحالي المشغول باستغفال العقول بدلا من إنعاشها بإمكانيات الدولة وضمن خارطة مفتوحة من الصجالات قررت الهيئة التنسيقية بين المحافظات أن يكون هناك اجتماع دوري تجتمع فيه مجالس المحافظات للارتقاء بمستوى الخدمة تحدثت عن مجموعة من الأولويات سيجري العمل بها في الفترة المقبلة وأهمها تعديل قانون مجالس المحافظات والتحول الرقمي لمجالس المحافظات أيضا تابعت الهيئة أن الأولوية الثالثة هي تجاوز الفجوات المكانية ما بين المحافظات فضلا عن إصلاح المنظومة الإدارية والتخطيطية والاستثمار وفي سجالات المحافظات نفى مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي صدور أي تعليق أو قرار بخصوص خارطة المناصب لمجلس محافظة نينوة فيما أكد النائب عن نينوة شيروان الدبرداني صحة القرار الصادر عن رئاسة المجلس يأتي ذلك بعد تسريب كتاب بتوقيع المندلاوي موجه لرئيس مجلس نينوة يدعو فيه إلى إلغاء جميع القرارات المتخذة في الجلسة كونها قرارات باطلة ومخالفة للقانون وتستدعي تحريك دعوة جزائية الدبرداني قال إن بعض القيادات في الإطار التنسيقي مارست ضغوطا على رئيس مجلس النواب بالنيابة لينفي صدور الكتاب المتداول عن مكتبه منوحا لاستمرار الدفاع عن القانون وعن حقوق أبناء نينوة واعتبار جلسة مجلس المحافظة الأخيرة غير قانونية وضمن المعالجات المتأخرة أعلن الحراك الشعبي في محافظة ديالا بأن المحكمة الاتحادية قبلت أول دعوة بشأن حل مجلس المحافظة بعد إخفاقه لأكثر من خمسة أشهر في تشكيل حكومة محلية ما أدى إلى أضرار كبيرة تتعلق بالخدمات وملفات أخرى بسبب السجالات السياسية التي لا تنفع لها لي رئيس الحراك عمار التميمي أكد رفع دعوة رسمية إلى المحكمة الاتحادية للمضي في إجراءات حل المجلس وفق الأطر القانونية والدستورية لافتا إلى أنه في حال لم يحضر أعضاء المجلس المحكمة خلال فترة القانونية المحددة ستصدر المحكمة قرارها خلال خمسة عشر يوما مؤكدا بأن أي قرار يصدر من المحكمة سيتم التعامل به بشكل فوري إيمانا بعدلة القضاء العراقية وحرصه الشديد على تطبيق مضامين القانون والدستور وتأتي القرارات والتحولات في وقت لم تنجح مجالس المحافظات بتغيير الصورة المتراكمة في أذهان الناس عن أولوياتها فلم تمضي سوى أشهر على ولادة المجالس كانت كافية لإعادة التذكير بموقف الناس منها فهناك مجالس ما تزال لم تشكل حكوماتها المحلية مثل ديالا وكاركوك بسبب صراعات سياسية على المناصب فيما شهدت نينا وأشبه بالانقلاب السياسي بملف تعينات المفاصل الإدارية ولا يفصل مراقبون بين ما يجري في المحافظات المذكورة وبين دعوة قائد لواء أنصار المرجعية حميد الياسر لتظاهرات حاشدة لضرض مجلس محافظات المثنة بعدما التمسه من افتتاح مكاتب اقتصادية للأحزاب استعدادا لتقاسم حصة المحافظة من الموازنة في مؤشرات متراكمة عن عودة مجالس المحافظات لعادتها القديمة ولأن الأداء العام ليس بمستوى الحد الأدنى من المقبولية لأن لجان مجالس المحافظات منشغل بحسابات السياسة أكثر من تفرغها لخدمة الناس وهو ما يعززه غياب المعالجات لجميع الملفات المتعلقة بالحقوق في المناطق المحررة قبل غيرها التفاصيل في تقرير الدكتور أحمد صلاحتي وعادت حليمة لعادتها القديمة لم تمضي سوى عدة أشهر على إعادة انتخاب مجالس المحافظات المحلية وخلال الأشهر الأولى من عمرها فقط والتي كانت تشكيلها على حذر وخوف من الذاكرة السلبية المتشكلة ضدها في أذهان المواطنين يبدو أن مجالس المحافظات آمنت شر الجماهير أي أنها تحررت من الضغوط والمخاوف من إمكانية عودة التظاهر ضدها لتعود هذه المجالس لممارساتها السابقة التي كانت أحد أسباب اشتعال تشريم فهناك مجالس لا تزال لم تشكل حكوماتها المحلية مثل ديالا وكركوك بسبب صراعات سياسية على المناصب في استخفاف واضح بسكان وناخبي ومواطني هذه المحافظات ومحافظات أخرى بدأت تعمل انقلابات سياسية من خلال التحالفات ضد أحزاب أخرى وتوزيع المناصب بينها كما حصل في مجلس محافظة نينوى والاستفراد بتغيير وتنصيب أربعة مسؤولين محليين بعيدا عن الكتل الرئيسية في المحافظة هذه الصراعات السياسية شملت صلاحيات إعفاء أو تغيير المدراء ما تشير إلى مدى انشغال مجالس المحافظات بملفات بعيدة عن أهدافها الرئيسية وتكشف مدى ارتباط نشاطاتها بخضايا تتعلق بالمصالح السياسية والحزبية والهيمنة على المناصب والتي وصلت حد اتهامها من قبل قائد لواء أنصار المرجعية حميد الياسري بافتتاح مكاتب اقتصادية للأحزاب استعدادا لتقاسم حصة محافظة المثنى من الموازنة يقول المحلل السياسي ماهر عبد جودة أن مجالس المحافظات أخفقت وفشلت في العراق حيث يستغل عضو المجلس المنصب والمال ليهيئ نفسه للانتخابات البرلمانية مبينا أن تعطيل الحكومة المحلية في كاركوك وديالا وشجارات جميعها تدل على أن مجالس المحافظات لم تأتي لممارسة مهامها الخدمية مما يعني حسب المراقبين عودة مجالس المحافظات لعادتها القديمة ولأن قائمة المعالجات وأرقامها مرتبطة هي الأخرى بحركة رأس المال أكد مدير زراعة واسط أركان الشمري إقرار الخطة الزراعية للموسم الصيفي في محافظة واسطه من قبل لجنة المشتركة من وزارتي الزراعة والري بمساحة 120 ألف دنوب شملت الخطة زراعة الذور البيضاء والصفراء ومحاصيل الخضار الصيفية لكنها حرمت المحافظة من زراعة محصول الشلب في إشارة إلى حاجته لكميات كبيرة من المياه لا يمكن تأمينها بالظروف الحالية الشمري أوضح أن أغلب مزارعي واسط يمتهنون زراعة الشلب وبإنتاج وصل إلى 30 ألف طن وبجودة عالية وفي لغة الأرقام أيضا أشار الخبير الاقتصادي صلاح نوري علاقة مباشرة بين الحظ الأمريكي على روسيا وإيران وسوريا وعدم استقرار سعر صرف الدولار بالأسواق العراقية أوضح أن استيراض البضائع من الدول أعلاه لا يتم عن طريق التحويلات المالية عبر النظام الدفع الكتروني للبنك المركزي العراقي بل عن طريق الحصول على الدولار من السوق الموازي ما يرفع الطلب عليه ويضغط في أسعاره إلى ذلك أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأغلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية وضيفا أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي لا يشكل أي أهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام وعلى الجانب الآخر من تنافس الأرقام والمعطيات أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق علي فاروق أن حدود العراق ذات أهمية كبيرة لعصابات المخدرات للوصول إلى ممرات التهريب الدولية مؤشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة يدعم السلطات العراقية في مكافحة هذه العصابات وقال إن نهج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يحرص على تطوير قدرات الدولة على استهداف شبكات الإتجار بالمخدرات حيث يعمل على تمليك الدول القدرات لاستهداف شبكات الإتجار بالمخدرات وفي الوقت نفسه أكد أن هناك إرادة سياسية واضحة خلال العامين الماضيين لمكافحة هذه الظاهرة في العراق وفي التحديات الاجتماعية أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان تسجيل أول حالة وفاة بمرض الحمى النسفية خلال العام الحالي مدير إعلام صحة ميسان محمد قاسم قال إن الفحوصات المستفيدة في بغداد أكدت الإصابة ما يعني أنها أول حالة وفاة رسمية بالمرض بعد تماثل 26 آخرين للشفاء وأشار إلى أن ميسان هي الأقل في معدلات الإصابة قياسا بمحافظات الجنوب والوسط مؤكدا بأن دائرته اتخذت سلسلة إجراءات وقائية من أجل منع أي إصابات عبر برامج توعوية بالإضافة إلى التنصيق مع البيطرة في الإجراءات الوقائية العاجلة حول منازل المصابين وفي خطى الإعمار والاستثمار وللحد من أزمة السكن تتسارع الأعمال بمحافظة الأنبار لاستكمال وافتتاح المجمعات السكنية بكامل الخدمات الأساسية مما المواطنين وتجد تلك الوحدات السكنية وخاصة الأفقية إقبالا واسعا من قبل الأهالي وتساهم الحكومة المحالية في دعم هذه المشاريع كأولوية في توفير السكن لأبناء المحافظة هو واحد من المشاريع السكنية الكبرى في المحافظة متمنين لهذا المشروع والمشاريع المماثدة كله التوفيق والنجاح إن هذا الحدث الفارز يمثل خطوة مهمة على طريق إعمار وتطوير المحافظة وذلك بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية كما سيسهم بالنتيجة في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الإسكان والزراعة والصناعة وغيرها وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الأنبار وتقدمنا في مركب الاستثمار وتقدمنا بطلب أول إجازة استثمارية في محافظة الأنبار لمشروع فريد من نوعه راهن الجميع على فشله في ذلك الوقت فتمتعنا بالقوة والإرادة والتصميم يسبقها توفيق الله تعالى ورعايته فكان مجمع الفاروق السكني الأول واحد من درر الأنبار نحتفظ اليوم بيوم مميز في تسليم أول مشروع سكني على مستوى العراق يسلم كمشروع سكني متكامل وليس على شكل مراحل أو على شكل دفعات يتميز هذا المشروع بأنه مشروع موجه إلى الطبقة المتوسطة وشريحة الموظفين هذا المشروع يتميز بأسعار تنافسية جدا إضافة إلى وجود خدمات البنية التحتية المتكاملة إضافة إلى وجود كل ما يحتاج المواطن في سكن كريم وسكن مرفح لجميع المشاريع الناجحة وجميع الشركات أغاصين لبناء المحافظة وبينما تصدرت مدن عراقية قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم بمستويات فوق نصف الغليان ما زالت الظواهر الطارئة تزيد من معاناة الكهرباء والماء والأمن وخصوصية المكان حيث أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على شبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة النجف بيانا الوكالة أشار إلى رز مؤسسات مكافحة الجريمة المنظمة في المحافظة معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود متهمين لهم ارتباطات مع أشخاص في الدول المجاورة يقومون بالمتاجرة بالأعضاء البشرية كالكيلة مقابل مبالغ مالية وأكدت نجاح الفريق الاستخباري بالقبض على ثلاثة متهمين من الشبكة اعترفوا صراحة بانتمائهم لشبكة دولية للمتاجرة بالأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية مقابل مبالغ مالية وفي نشرتنا بعد الفاصل مسرور برزاني يبحث مع رئيس تيار الغد السوري آخر مستجدات وتطورات الأوضاع العامة في العراق وسوريا والمنطقة ومشروع بيئي يوثق مئة شجرة معمرة في قيم كردستان بزشكان يفوز برئاسة إيران وخامنئ يحضه على مواصلة نهج رئيسي في السباق نحو البيت الأبيض بايدن يقول إنه باق في السباق وسينزم دونالد ترامب والإعصار بيرل يضرب المكسيكا ويواصل طريقه نحو تكساس استقبل رئيس حكومة قيم كردستان مسرور برزاني رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربة وتناول اللقاء بحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع العامة في العراق وسوريا والمنطقة كما شهد اللقاء تأكيدا على أهمية الحوارة والتفاهم لحل مشاكل المنطقة أعلنت منظمة محبي البيئة في سليمانية عن استكمال مشروعها المتوقف منذ العام 2021 والخاص بتحديد أكبر مئات شجرة معمرة وقال هزار عبدالله رئيس المنظمة في مؤتمر صحفي المشروع يهدف للاهتمام بهذه العجارة وعدم التجاوز عليها من أي جهة كانت ولأي سبب كان وأكد أنه خلال العام 2021 تم تحديد حوالي 12 شجرة معمرة في ناحية خورمال يعود عمرها لأكثر من 300 عامة وأخرى في السليمانية تعود لأكثر من 400 عامة وخصب البيانات المتوفرة هناك أشجار معمرة يعود عمرها لنحو 500 عام فاز المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية متفوقا على المتشدد سعيد جليلي أشارت نتائج فرز الأصوات التي قدمتها السلطات إلى فوز بيزشكيان بحصوله على 16.3 مليون صوت مقابل 3.5 مليون صوت لجليلي قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن 30 مليون شخص شاركوا في الانتخابات التي أجريت من دون مراقبين دوليين معترف بهم قال المرشد الإيراني علي خامين أي في بيان إن الانتخابات الرئاسية حرة وشفافة نصح الرئيس المنتخب بمواصلة نهج الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بالموارد البشرية الشابة والثورية والمؤمنة وأضاف أن المرشحين وداعميهم يشتركون في ثواب مواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات ويأتي الفوز في لحظة حساسة حيث التوترات عالية في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وبرنامج جيران النووي المتقدم وانتخابات مقبلة في الولايات المتحدة قد تعرض أي فرصة للتقارب بين طهران وواشنطن للخطر انتظام شون ميرفتو آقای پزشکان باشتو وواقعا نياز داشتین که رئيس جمهور باسواد داشتون وشون مشکلات اقتصادی مهمور و حل بهمون amazing نعمل و حالا من هنم لهم داشت فقط شعار سوار ووقتی برمثنت قدرت میشینها هملا هنم لهم للتدام نمیدين من همین هنم لهم مستنى محلو جعور من خلی خوشحالم که بالاخره درماهانده بهتری انتخاب شد من فکر دانم اشجا سمجد هسله بتر بوده قالنا الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب عالي النبرة في ولايات ويسكنسن في منطقة البحيرات العظمى إنه مرشح وسيفوز مشددا وذلك في وقت يأخذ معركة استمراره سياسيا بعد أداء سيء في مناظرة تلفزيونية مع صرفه الجمهوري في السابع والعشرين من حزيران الماضي قال بايدن في خطابه أمام عدد من مناصره هناك أشخاص لا يهتمون بأصواتكم ويحاولون إخراجه من السباق وأكد أنه باق في السباق وسيهزم دونالد ترامب ضرب الإعصار بيرل المكسيك بعدما أوقع سبعة قتلى في الكاريبي وفنزويلا ويترافق الإعصار مع رياح تصل في حدها الأقصى إلى 160 كم في الساعة وتحدثت الأرصاد الجوية الوطنية في المكسيك عن إعصار من الدرجة الثانية على سلم من خمس درجاته مصحوبا برياح بسرعة 175 كم في الساعة وقد تصل إلى 220 كم مع ارتفاع أمواج يصل إلى ثمانية أمتار ومن المتوقع أن يواصل الإعصار طريقه عبر شبه جزيرة يوكاتانا ويعبر خليج المكسيك قبل أن ينتقل إلى شمال غربي البلاد ثم إلى ولاية تكساس الأمريكية في الختام تذكير بأهم وأبراس العنام محافظ صلاح الدين يعلن نهاية ونجاح موسم حصاد الحنطة وتربع المحافظة على العرش الثاني في سلة العراق الغذائية موسيقى استعدادات في صلاح الدين لإحياء شعائر محرم أسعار الأمبيرات الأهلية تتجاوز لعشرين ألف دينار وتزيد لهيبة موز موسيقى العراقيون يرفضون استغلال المحطات التاريخية للتغطية على فشل الأداء السياسي ومجالس المحافظات في مرمى النيران الصديقة موسيقى ضغوط التنسيقي الشعي تحرج البرلمان بشرعية المناصب الإدارية في نينوى وكاركوك وديالا وتفكيك شبكة للإتجار بالبشر في النجافة إلى هنا نصل نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة في أمان الله موسيقى موسيقى